موسيقى مرحبا بكم عزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي درسنا اليوم يونت 6 لسن 7 اليونت السادس الدرس السابع عنوان الدرس تفقد فهمي موجودة بصفحة 86 من كتاب الطالب وصفحة 84 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب للمتابعة جميع حلقات دورة الخامس الابتدائي كذلك يتم نشر هذه الحلقات عبر بيجنا على الفيسبوك الأستاذ طائح سين مدرس اللغة الإنجليزية التي تقدرون تلقون من خلال هذا المعرف بصفحة 86 من كتاب الطالب مكتوب على صفحة check my understanding تفقد فهمي بأسفلها مكتوب think of new places for fun day out فكر في أماكن جديدة ليوم ممتع في الخارج بالدرس السابق تحدثنا عن ثلاث أماكن اللي هي الماجيك كاسلز القلاع السحرية والفان سيتي اللي هي مدينة المرح والووترولد العالم المائي أو المدينة المائية بهذا الدرس يقول لك فكر في مكان جديد من الممكن أن تذهب له كنوع من أنواع السفرات أو النزهات اللي تروح لها في أيام العطل فهنا أنا مثلا التلميذ مخير أن يكتب المعلومات اللي يحب يضعب هذا التمرين مثلا number one أولا what is your place called بعد ما فكرت بالمكان اللي تريد تذهب له ما هو اسم المكان الذي تريد الذهاب إليه فالتلميذ مخير أن يكتب اسم المكان اللي يحب يروح له كنوع من أنواع السفرات أو النزهات فهنا مثلا أقول نوارا فان سيتي مدينة ألعاب النوارا أو الزوراء فان سيتي مدينة الألعاب الخاصة بالزوراء وهكذا التلميذ مخير أن يكتب الاسم اللي يحبه number two ثانيا what can you do there ما الذي يمكنك فعله هناك فكر وجواب على هذا السؤال إذن هذا النشاط كله عبارة عن تفكير يفكر بالسؤال ويجاوب يجاوب بالطريقة اللي يحب فهنا نقول لك what can you do there ما الذي يمكنك فعله هناك بالمدينة اللي اختاريتها شنو راح تعمله هناك إذا اختاريت فان سيتي فمثلا نقول I can go on the big wheel يمكنني الذهاب في دولاب الهواء الكبير بما أن مدينة العاب أقول big wheel أو roller coaster السفينة الدوارة إلى آخره لكن مثلا إذا اختاريت water world مدينة مائية ما يصر أقول big wheel لأن big wheel ما موجود في المدينة المائية فإذن يجب أن تكون إجاباتي متناسقة number three ثالثا what day is it open ما الأيام التي تفتح فيه هذه المدينة التي قمت باختيارها فمثلا هناك التلميذي يفكر يعرف أن هذه المدينة اللي اختارها يا يوم ويا يوم وتفتح فكذلك يكتب بالطريقة اللي يريدها from sunday مثلا to saturday من يوم الأحد إلى يوم السبت إذن كل أيام الأسبوع number four رابعا what time does it open ما الوقت الذي تفتح فيه ننتبه نانا days الأيام وهنان الوقت يعني ساعة بيش تفتح هذه المدينة اللي اختارتها فهنا هنا مثلا نقول at eight o'clock الساعة الثامنة what time does it close ما الوقت الذي تغلق فيه يا ساعة مثلا نقول at twelve o'clock الساعة الثانية عشر number six how much does it cost to go in إيش قدت تكلفة مالتها عن مو تروح لها فكذلك مثل ما ذكرنا بالمعلومات مع المدنة الثلاثة لازم أذكر الرقم أو التكلفة الخاصة بدخول هذه المدينة مثلا نقول five thousand IQD خمسة آلاف دينار عراقي هذا مجرد نشاط أسئلة الشفوية الأستاذ يسألها بداخل الصف كتحضير يومي مثلا التنميذ يحضر إجاباته أو يفكر بداخل الصف ويحاول يكون جواب مناسب للسؤال اللي سألها الأستاذ حسب رغبته إذا ما يمكن أن نغير بهذه الإجابات تعتمد على رأي التنميذ هذا مجرد أسئلة شفوية يتم السؤال بها داخل الصف كتحضير يومي أما النشاط الآخر ask and answer اسأل واجب about your place for a fun day out اسأل واجب عن المكان الذي ترغب فيه أن تخرج يوم ما رح في الخارج فهنانا الأستاذ يختار تلاميذ اثنين تلميذ يسأل أحد هذه الأسئلة والتلميذ الآخر يجاوب الجواب اللي كتبه بكتابة فهنانا التلميذ الأول مثلا يقول what is your place called ماذا يدعى المكان الذي فكرت فيه نفسي تسوال الأول التلميذ مكاتب إجابته بعد ما كتب إجابته يقول له مثلا نوارة فان سيتي أو الزوراء فان سيتي إلى آخره بعد يسأل سؤال ثاني مثلا يقول له what can you do there ما الذي يمكنك فعله هناك التلميذ الآخر إجابة مثلا يقول له I can go on a big wheel يمكن أن الذهاب في دولاب الهوى الكبير وهكذا إذن هو عبارة عن نشاط محادثة بين تلاميذ اثنين تلميذ يسأل وتلميذ آخر يجاوب الأجوبة اللي كتبها بكتاب الطالب الخاص به ننتقل للنشاط الآخر read about your friend's holiday اقرأ عن عطلة صديقك هنا ننتبه رح نقرأ هذا النص وننتبه للترتيب ما لهذا النص لأن رح يفيدنا بكتاب النشاط في أحدى التمارين المتعلقة بكتاب النشاط فمثلا شون يعني ننتبه أول شي لازم نذكر أنها طبعا مثل الإيميل أو بوست كار طابع نعنى رسالة دازها فراس إلى شخص اسمه مراد لازم نعرف ترتيب هذه الرسالة عن المد بعد قليل من يطلب من أدنا أن نرتب الرسالة نكون أدنى فكرة واضحة عن كيفية بداية الرسالة نهايتها عن ما نقدر نجاوب السؤال متعلق به فمثلا رح نقرأ النص ونوضح مفرداته وبعدها نعرف شين مطلوب حفظة من هذا النص البداية يقول له هاي مراد مرحبا يا مراد إذن لازم نبدأ الرسالة بتحية أقول هذا طابع هذا طابع أو ملسق من بغداد كيف حالك أنا مع مراد أبي وأختي يوم البارحة كان مذهلا أولا ذهبنا في دولاب الهوى الكبير في متنزه الزوراء you can see it in the picture الذي يمكنك رؤيته في الصورة اللي منطينيها it is a very big إنه كبير جدا it was fun being high up in the sky إنه لأمر ممتع أن تكون عاليا قريب إلى السماء today اليوم we are going on a boat نحن ذاهبين في قارب on the river tigris في نهر دجلة see you soon أراك قريبا فراس كتب بالأخير اسمه هناك كاتب الأدرس العنوان مالتمن مال مراد اللي دازل الرسالة مراد حسن الشخص اسمه مراد حسن كذلك تفاصيل العنوان اسطنبول في اسطنبول تركيا بعد ما قرأنا النص وضحنا مفرداته عرفنا شلون نبدي الرسالة أو البوست كارد وشلون ننهيها والتفاصيل مالتها ننتقل إلى النشاط الآخر P4 Project اللي هو المشروع بنهاية كل يوني تلاقينا هذا المشروع وضحنا بالوهدات السابقة انه هذا المشروع عبارة عن نشاط لا صفي من الممكن التلميذي شارك بيه كنشاط لا صفي يعمل بوستر أو ملسق ويشارك بيه كنشاط لا صفي بهذا اليونيت هنا البوستر عن من This is our fun day out هذا اليوم الممتع الخاص بينا Do you like it? هل تحبه? What is your fun day out? ما هو يومكم الممتع؟ فهنانا مسوين بوستر عن اليوم الممتع الخاص بيهم مثلا ذهبوا المكان وسووا وفاد ملسق يوضح هذا المكان وشلون قضوا اليوم الخاص بيهم بالخارج مثلا كاتب This fun park is exciting هذا المتنزه الممتع مذهل جدا There is a big wheel هناك دولاب هوا كبير There is a water slide هناك زلاقة مائية There is a magic castle هناك قلعة سحرية In the garden with butterflies في الحديقة وفيها فراشات There are rides for little children هناك مركبات للأطفال الصغار You can buy healthy snacks like fruit and sandwiches يمكنك شراء وجبات خفيفة صحية من الشطائر والفواكه You can buy healthy drinks like fruit juice يمكنك شراء مشروبات صحية كعصير الفواكه إذن هذا مجرد نشاط صفي التلميذ من الممكن كذلك أنه يختار فد مكان معين ويعمل ملسق يشارك بيه كنشاط لا صفي ويوديه للمدرسة هذا ما يخص هذا النشاط غير مهم بالامتحان التحرير أو الامتحان الشفوي ننتقل إلى كتاب النشاط مكتوب Both the postcard sentences in order ضع جمل هذا البوستكارد أو الملسق أو الطابع بالترتيب هنا منطين الجمل مباثرة مثل البوستكارد اللي قرناها قبل دقيقة أو الرسالة اللي دازها فراس إلى مراد قبل دقيقة اللي قرناها قبل دقيقة لكن الجمل مالتها مباثرة يطلب من عندي أن نرتبها مثل ما وضحنا قبل دقائق ونلازم أنتبه لترتيب الرسالة فاذا تتذكرون قبل دقيقة أن الرسالة بدت بمن؟ بدت بهاي مرحبا زائد أن اسم صديقنا دائما الرسالة تبدأ بتحية فأخليها رقم واحد number two شن اللي بعدها بعدها ذاكر أن هذه الرسالة أو الملسق أو الطابع من المكان اللي داز بنا الرسالة فمثلا يقول this is a postcard from Babil in Iraq هذا البوستكارد من Babil من العراق بعدها ذاكر يذكر أنه مع عائلته يقول I am with my family أنا مع عائلتي بعدها ش يذكر يقول yesterday was a great fun البارحة كانت متعة عظيمة شن اللي بعدها يذكر أنه قام بزيارة آثار بابل بعدها يذكر it's very famous sentient city أنها مدينة أثرية مشهورة جدا بعدها ش يذكر يقول today we are going to go around the city اليوم سوف نذهب حول المدينة وبالأخير يقول له see you soon أراك قريبا وبالأخير يكتب اسمه اللي هو لو ما هذا ما يخص هذا النشاط مجرد نرتب جمل هذه الرسالة بالترتيب حسب البوست كارد الطابع اللي أخذناه قبل دقائق اللي داز فراس إلى مرعد ننتقل للنشاط الآخر read pages 84 and 85 in your pupils book اقرأ صفحة 84 من كتاب الطالب إذا تتذكرون المدينة الثلاثة اللي أخذناها بالدرس السابق again اقرأها مرة أخرى write the correct place واكتب المكان المناسب هنا يطيني فد حزورة أو فد تلميح ومن خلال التلميح لازم أحذر اسم المكان اللي موجود من المكانات الثلاثة اللي أخذناها بصفحة 84 و85 من كتاب الطالب بالدرس السابق فمثلاً number one أولاً it is closed one day each week أنه يغلق يوم واحد في الأسبوع يا مكان من الأماكن الثلاثة اللي أخذناها بالدرس السابق يغلق يوم واحد في الأسبوع فنجي مثلاً المكان الأول كاتبين Thursday to Monday من يوم الخميس إلى يوم الثنين نجي نسب كم يوم نفتح اللي هو العالم المائي أو المدينة المائية Thursday خميس Friday جمعة Saturday 7 Sunday 1 Monday 2 5 أيام هو يقول لي يوم واحد إذن الأولى غلط number two المكان الثاني اللي هو الفون سيتي مدينة المرح خلنا نجي نشوف كاتبين كاتبين every day except Monday كل يوم ما عدا يوم الاثنين إذن هو الفون سيتي فقط يوم الاثنين ما تفتح بعد خلنا نتأكد من إجابتنا أن المكان الثالث اللي هو الماجيك كاسلز القلاع السحرية كاتبين from Thursday to Tuesday من الخميس إلى الثلاثة إذن خمسة أيام في الأسبوع إذن مو هو المكان المطلوب بعد إذن هو حال إياها الأولى كذلك إنحل بقية الجمل نروح نشوف شنو المناسب للجملة ونكتب اسم المكان فمثلا number two you can swim here يمكنك السباحة هنا بيا مكان من الأماكن الثلاثة نقدر نسبح أكيد بالمدينة المائية اللي هي water world فاكتب water world المدينة المائية أو العالم المائي number three it is the most expensive إنه الأكثر غلو يا مكان من الأماكن الثلاثة اللي يكون تكلفته أعلى تكلفة فنجي نحسب الwater world ثلاثة آلاف دينار عراقي والفون سيتي ألفين دينار عراقي والماجيك كاسلز تسعة آلاف دينار عراقي إذن الماجيك كاسلز اللي هي القلاعة السحرية أكثر مكان غالي فاكتب magic كاسلز number four رابعا you can get mango juice here يمكنك أن تحصل على عصير المانغا هنا في يا مكان نجي نشوف الwater world المدينة المائية يقدم بالمقهى healthy food and drink طعام وشراب صحي ما كاتبين mango juice نجي نشوف الفون سيتي مكتوب بوب كورن والكاندي فلوس and more الفشار وغزل البنات كذلك ما كاتبين بالثالث مكتوب كيكس and cookies tea coffee with fruit juice عصير الفواكه إذن من ممكن يبيعون mango juice فاكتب magic castles number five خامسة there are rides for young children هناك مركبات أو ألعاب للأطفال الصغار بيا مكان من ذن الأماكن الثلاثة أكو ألعاب للصغار خلنا جي ندور بالwater world دورنا ما لقينا مكان للألعاب للصغار بالفون سيتي مكتوب baby rides مركبات أو ألعاب للصغار إذن اكتب fun city number six سادسا you can buy presents for your friends يمكنك أن تشتري الهدايا لأصدقائك بيا مكان من ذن الأماكن الثلاثة يمكنني شراء هدايا لأصدقائي أجل أدور بالwater world ما مكتوب أنه أكو مكان لبيع الهدايا إذن أشوف بالفون سيتي مكتوب lots of lovely seven years to take home الكثير من الهدايا التذكارية التي يمكنك أخذها للبيت إذن المكان الوحيد اللي يبيع presents هدايا هو الفون سيتي فأكتب فون سيتي أما النقطة السابعة you can't go to this place isn't winter لا يمكنك الذهاب إلى هذا المكان في فصل الشتاء يا مكان اللي ما نروح لها في فصل الشتاء فقط المدينة السحرية كاتبين فقط تفتح في الصيف إذن في الشتاء ما نقدر نروح لها ما نقول magic castles هذا ما يخص تمرين بي مجرد طلعت صفحة 84-85 من كتاب الطالب وقدرت أجاب على الأسئلة من خلال ذن المعلومات اللي موجودة بذن الثلاث أماكن مثل ما وضحنا يدني بالدرس القادم اللي هو هذا الدرس فنلاحظ أن هذا النشاط اعتمد حل على الأماكن الثلاثة اللي أخذناها بالدرس السابق ننتقل إلى تمرين دي look say cover write and check انظر قل غطي اكتب وتفقد هذه اللعبة اللي نلعبها بنهاية كل يونت يقول لك انظر للكلمة انطقها أقول first cover أغطيها بيدي write أكتبها فنانا واني أغطيها بيدي وبعدين أرفع أيدي من الكلمة وتأكد check اتفقد اذا كان الملاقة صحية أو خاطب وكذلك مرة ثانية وثالثة وكذلك مع الكلمة الثانية والثالثة والرابعة هذا مجرد لعبة يتم لعبة بداخل الصف كنشاط لزيادة تركيز التلاميذ على هذين الكلمات الأربعة أو من الممكن يصير مسابقة بداخل الصف الاستاذ يختار تلاميذ اثنيا ويعمل بياناتهم مسابقة أو ثلاث تلاميذ اللي يكتب أسرع وبشكل أصح هو التلميذ الفائز بهذا النشاط غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا بيه مجموعة من الأنشطة ولاحظنا أنها جميع أنشطة صفية وكذلك هناك نشاط لا صفي اللي هو المشروع عبارة عن بوستر من الممكن للتلاميذ يختارون في مكان معين يرسمون رسمات متعلقة بهذا المكان ويكتبون بعض الجمل ويشاركون بيه كنشاط لا صفي وبالإضافة لذلك أخذنا التمرين المتعلق بالدرس السابق نطلع صفحة 84 وصفحة 85 من كتاب الطالب اللي هي عبارة عن الأماكن الثلاثة اللي يمكن زيارتهم ونجاب على الأسئلة المتعلقة به من خلال هذه المعلومات اللي موجودة بذلك الثلاثة أماكن كذلك أخذنا هذا النشاط اللي هو عبارة عن نشاط صفي من الممكن يتم عمل مسابقة بداخل الصف التلميذ اللي يكتب التكلمات بشكل صحيح أسرع هو التلميذ الفائز بهذا النشاط ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو السفسارة أو وضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصنوا على الحسابات الموجودة أمامكم على الشاشة